من دروس السيرة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم الزوج الوفي التمهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجل من البشر اصطفاه الله وكلفه بحمل رسالة الإسلام وتبليغها إلى الناس كافة حتى لا تكون لهم حجة قائمة في ترك عبادة الله الواحد ومهام الرسالة الخالدة لم تخرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بشريته كما لم تنزع عنه العواطف والأحاسيس ولم تجرده من وجدان الإنسان فهو كما وصفه القرآن الكريم في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهو صلى الله عليه وسلم بشر يتزوج النساء ويحب ويكره ويتألم ويمرض بالأمراض غير المعدية ولا المنفرة ويشعر بالعواطف البشرية كما يشعر بها أي إنسان آخر ويجري عليه كل ما يجري على الآدميين من يتم وتعب وموت وغير ذلك وكما أعده الله سبحانه للنبوة أعده لشؤون الحياة فكان الوحي ينزل عليه بالتوجيه ورعاية الله وعنايته تتدخل في كل حين فلا عجب أن يكون خلقه القرآن فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه ومن مظاهر ذلك الأدب وفاؤه وإخلاصه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة من السيدة خديجة بنت خويلد فكان لها نعمة الزوج البار المخلص وكانت له نعمة الزوجة المخلصة العطوف فوقفت إلى جانبه عندما اشتدت الأحوال وشدت من أزره عندما تخلى عنه الناس فكان صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك لها في حياتها فلم يتزوج عليها وبعد وفاتها كان لا يذكرها إلا بخير كما كان يهش لصاحباتها ويصلهن ويسعى لبرهن ولما شاء الله تعالى وتعددت زوجاته بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى للزوج المخلص الوفي يحسن عشرتهن ويعدل بينهن ويلاطفهن ولا يدخل على واحدة منهن إلا مبتسما ومسلما وداعيا وكان يقوم على شؤونهن ويساعدهن في أعمال المنزل فقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها ماذا كان يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت فقالت كان يخصف نعلى ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته رواه بن حبان ولا عجب فهو القائل صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواه الترمذي وابن ماجه وهكذا رأيتم يا أبنائي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربيا حكيما وقائدا رشيدا وحاكما عادلا وزوجا وفيا فما أحوجنا إلى الاقتداء به والسير على منهاجه والتأدب بآدابه فنربي أولادنا على الأخلاق الحسنة وإذا تولينا أمرا من الأمور نأخذ برأي الجماعة ونبتعد عن الوساطة والمحسوبية ونتخلق بخلق الوفاء والإخلاص فإن ذلك كله يرفع من شأن المجتمع ويطهره من مظاهر الفساد ويحفظ له كيانة فيعيش قويا أسئلة تقويمية السؤال الأول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عطوفا على أبنائه وبناته استدل على ذلك بما تعرف من سيرته السؤال الثاني من لا يرحم لا يرحم ما الموقف الذي قيل فيه هذا الحديث السؤال الثالث كانت يدي تطيش في الصفحة ما معنى تطيش وما معنى الصفحة من قائل ذلك ولمن وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا تعلمت من هذا التوجيه السؤال الرابع كيف كان يستعد الرسول القائد صلى الله عليه وسلم للقتال وعلى أي شيء يدل ذلك السؤال الخامس كان الرسول صلى الله عليه وسلم مستنصحا ومستشيرا اذكر من سيرته ما يدل على ذلك السؤال السادس رعاية أسر الشهداء واجب اجتماعي تقتضيه الحاجة ماذا يعني ذلك وكيف تستدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسى ذلك المبدأ السؤال السابع كان الرسول صلى الله عليه وسلم نعمى الزوج للسيدة خديجة ولزوجاته من بعدها اكتب خمسة أسطر تتحدث فيها عن الرسول الزوج الوفي السؤال الثامن إذا كان الرغاء صوت الإبل فما اسم صوت الغنم أذكر ثلاثة أسماء لأصوات لحيوانات أخرى تعرفها أضف إلى معلوماتك نسب الرسول الشريف صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وينتهي نسبه الشريف إلى سيد اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر أمون تعلم أمون سيد